أكدت سوريا على لسان المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية بوثين شعبان ترحيبها بأي مبادرة تقدمها الدول والمنظمات الدولية للمساعدة مواجهة الأثار الكارثية للزلزال شرط أن يتم ذلك دون تسييس وقالت شعبان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يعرض أي مساعدة رغم مناشدة رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي جميع دول العالم من المساهمة بذلك لافتة إلى أن عددا كبيرا من الدول الصديقة والشقيقة أرسلت مساعدات لسوريا لتجاوز التعيات الكارثة بينما تتفرع دول غربية بأن تقديم هذه المساعدات ينتهك قرارات مجلس الأمن بدوره أكد المنصق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن مليح أن العقوبات المفروضة على سوريا تضرب العمل الإنساني فيها موضحا أن الوضع صعب جدا والاحتياجات كبيرة ويجب عدم تسييس الشأن الإنساني فيها لكن يبدو أن المناشدات لم تصل إلى آذان الغرب حيث أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع الشهر المقبل في بروكسيل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا في غضون ذلك تواصل وصول المساعدات إلى سوريا من الدول الصديقة والحليفة حيث وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني باستمرار الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية وذلك مع استمرار وصول قوافل للمساعدات الإنسانية آخرها قافل الصهاريج محمل بالمشتقات النفطية إلى سوريا للمساعدة على تخطي تداعيات الزلزال في ظل السقيع الذي تشهده المناطق المتدررة كما رافق القافلة التي شاركت فيها هيئة الحشد الشعبي عدد من سيارات الإسعاف للمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية للمتضررين عبر مفارز ومستشفيات ميدانية الصين من ناحيتها قرر التقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون ون لسوريا تشمل مليون دولار أمريكي ومواد إغاثة تشتد الحاجة إليها في الدولة المنكوبة بسبب الزلزال محليا تواصل الجمعيات الأهلية السورية حملات الإغاثة لمتضررين الزلزال من مساعدات تضم مواد غذائية وألبسها وحتى التبرع بالدم في العديد من المحافظات إضافة إلى مساعدات يقدمها المغتربون السوريون